النهاردة النادي الاهلي عنده مباراة حاسمة مع فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا الاهلي عنده نقطة واحدة خدها من فريق الهلال السوداني بعد ما اتعادل معاه في المباراة السابقة ايه للمفروض الاهلي يعمله عشان يضمن بقاءه فيه الدوري أو دوري الأبطال الى أوراق الفنية كمان اللي هتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في تشكيل النهاردة ده هنعرفه من ضفنا فيه لستوديو الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياض صباح الخير عليك يا أستاذ طارق صباح الخير سبحامد صباح الخير صباح يا أهلا بحضرتك الاهلي موقفه صعب النهاردة مش صعب قوي يعني دور مجموعات دور مجموعات دايما بتقابل فيه لنفس الشكل ده اللي هو أنت بتجمع نقطة أنت عايز تسعد للأدوار الإقصائية أنت مش في دور إقصائي فتجمع نقطة من هنا نقطتين من هنا تلاتة من هنا مش شرط أن أنت تبقى أول المجموعة بقدر أن أنت تمر من المجموعة وده بتبقى استراتيجية واضحة لمعظم الفرق يعني مش لكل الفرق ومش شرط أن أنت تتحقل علامة كاملة لكن إحنا طبيعة الجمهور عندنا أن الأهل يبقى لازم يأول مجموعة علامة كاملة أو أن هو يفوسوا كل المباريات أو إزاي يتعادل مثلا مع الهلال أو إزاي ما فيش كده في كرة القدم كرة القدم الحديثة دايما قايمة على استراتيجية يعني أن أنت بتحقق أهدافك مدام بتحقق أهدافك خلاص مش شرط بقى أن أنت وانت في الطريق تقابل الأمور كلها سهلة لأنك طبيعي ما بتلعبش مع نفسك أنت بتلعب مع الفرق والفرق دي قوية جدا وعندها استراتيجيات وعندها مهارات وعندها لعيبة وعندها خطط فدايما بتصطدم بيها ودايما الفرق اللي هي أنت ممكن تبقى مستهون بيها أو مقلل منها هي اللي تبقى أقوى من الفرق اللي أنت عامل حسابك عليه ممكن الأهلي معاود جمهوره على دايما المكسب فهما توقعاتهم مفيش يعني فيش أي حاجة أقلم من كده مش هينفع أقلم من المكسب طول الوقت بتفضل الأهلي النهاردة يبدأ يعني ضربة قضية كده في أول المباراة ولا على هادي كده زي ما كان المنتخب بيعمل بصي النهاردة الماتش قايم على أن أنا عايز أحقق هدفي منه أخذ ثلاث نقاط عشان يبقى عندي أربع نقاط أتساوي فيه مع المريخ لأن المريخ عنده أربع نقاط ساندون عنده سبع نقاط فبالتالي مش هقدر أبدأ المباراة أن أنا أفرض أجيبي جوان المباراة دايما بتبقى متأسمة سيناريوهات أول ربع ساعة لها طريقة تاني ربع ساعة لها طريقة الشوت الأولاني ليه طريقة الهدف بتاعي ممكن يتأخر للشوت التاني المهم أن أنا في الآخر لازم أحسن المباراة وحقق الهدف بتاعي أن أنا أخذ الثلاث نقاط عشان أتساوي مع المريخ عشان المباريات اللي جاية بعد كده سواء بقى الهلال على أرض أو ساندونز بعد كده برا لأن الآله عنده الماتش النهاردة المريخ ثم هيطلع لساندونز في جنوب أفريقيا السبت اللي بعده فالماتش النهاردة هيخليه رايح لساندونز وهو متطمن شوية أنه معه أربع نقاط التعادل حتى مع ساندونز يخليه هو خمس نقاط فبالتالي استراتيجيته النهاردة أنه هو يحكم بس المباراة يبقى عنده دقة تمرير ما فيش استعجال قدام المرمى انتهز الفرص أنه يطلع بالكرة كويس يعني كل الأخطاء اللي هو عملها في مباراة ساندونز لابد أنه يتلافها النهاردة ليه لأن المباراة النهاردة هو حتطعينه على طالب يعني اللي حصل في ساندونز كانت أخطاء ما كانش تخطيط لأن المباراة طبعا مش أخطاء في التنفيذ لأن اللعبة ما كانش عندها دقة تمرير بمعنى أن الكرة ما بتوصلش لزمينه في المكان المناسب بالشكل المناسب يقدر يستلمها كويس يقدر يروح بها كويس ضياء الفرص السهلة لأنه قدام المرمى ما بيسددش بشكل كويس كل الأخطاء اللي هي بتخليك تحرم من الهدف بتاعك اللي استعجال التهور أن أنت يعني قدام ساندونز كنت بتعتمد على الكرة العالية ما بتعتمدش على الباص القصير والوصول على المنطقة حتى ما بتوصل لمنطقة 18 بتغلط في التمركز بتغلط في التمرير لزميلك عدم وضوح الصورة بالنسبة لك كل دي بتبقى أخطاء في التنفيذ أثناء المباراة النهاردة أنت مطالب بقى أن تستعيد ده مش الماتش بتاع فاركو يعني تبقى استراتيجية فاركو لكن دقة تمريرك ودقة تزديداتك خاصة التزديد من خارج النهاردة مهم جدا لأن ده من عناصر اختراق الدفاع بالنسبة للمريخ ما بتفقد التزديد الجيد اللي هو حوالين أو في قلب المرمى الاستعجال بتاع التزديد وده حل مهم جدا وانت عندك لعبة كتير في الأهل مميزة فيه طبق يعني عندك مجد أفشا مميز في التزديد عمر الصلاية مميز في التزديد الأهم حاجة أن دقة التزديد نفسها والتمرير الصحيح اللي خليني أبقى متمركز كواس عشان أعرف أشو كوي اتخاذ القرار المناسب يعني أنت بتبقى زي بيرسيتاو مثلا فماتش فاركو الكرة خلاص أنت انفراد بس ما خدتش القرار المناسب عشان تحطها وجون لعبتها مرة تانية خلاص الكرة فقط السيطرة عليها فقط اتجاهك بالتالي ضعت منك الفرصة النهاردة المهاجم في الناد الأهلي مع المريخ لازم يبقى عنده مهارة أو دقة التزديد مع دقة استغلال الفرص اللي تطلع له الجمهور ما بيقبلش من يعني ممكن يبقى معجب بالشكل لكن ما بيقبلش أن أنت بتضيع فرص صحيح عشانها بتدفع التمن بعد يعني سانداون ضعت أكتر من كرة في شط الأولين الشط التانية استقبلته جون خد منك الثلاث نقاط لأنه جابه في آخر دقيقة سانداون كان بيلعب كرة اللي هي كرة تديق مساحات اتنين بيطلع بكرة بباص كويس ممتشرين كويس حتى في الدفاع بيدفعوا كويس راحوا بيروحوا لهجمات مرتدة فبالتالي استغل القرة الوحيدة اللي ظهرت له جاب منها وجون وبدأ يقفل عليك مع الاستعجال بتاعك ما قدرتش انت ترجع للمباراة النهاردة انت مطالب بطلع نقاطي ممطلب بالتركيز بالهدوء بالدقة بتقسيم المباراة بشكل كويس باستغلال الفرص بشكل كويس الدفاع بشكل كويس والتركيز خاصة في الدفاع لأنك انت ممكن تندفع حجوميا فيبدأ يلعب عايك على هجم مرتدة يقدر يجيب في الجول شايف التشكيل الأمثل ايه وخطة المباراة يعني التشكيل الأمثل زي ما لعب مع فارقه بالزبط ما يغيرش يعني لكن هو ممكن يغير يعني ممكن يحط بيرسيتاو في الأول مدال ما هيكون موجود في الشوت التاني هيعتمد ممكن يبقى مغير طريقته انه ببضل أربعة اتنين ثلاثة واحد يبقى يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة فييلعب ثلاثة قدام لكن هو لو لعب بمجد أفشا قدام مع بيرسيتاو في التلاتة اللي هم مهاجمين هتبقى فيه مشكلة انه تعايز هنا لعب طويل زي محمد شريف يقدر برضو يحطه كورة خلاف التلاتة يعني لو لعب بيرسيتاو مكسوني مجد أفشا الطريقة اللي هو لعب قبل كده او التلاتة اللي يبقى عنده مشكلة لان الدفاع بتاع المريخ طويل فالتلاتة ما بياخدوش الكورة العرضية العالية لكن ما يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد موجود محمد شريف قدام هيبقى بالنسبة له محطة كويسة سواء بقى هينزل طاهر محمد طاهر جنب أفشا في التلاتة لقدام طبعا حمد يفتح موجود في الارتكاز الاربعة اللي في النص أو الاربعة اللي في الدفاع طبعا هما زي ما هما محمد عبد منعم يلعب محمد هاني طبعا علي معلول معين علي معلول أحيانا بيندفع قدام كتير زي ما حصل في المطش بتاع سانداونز انه بدأوا يلعبوا عليه بشكل واضح انه هو يرمي الكورة من وراء لكن لازم يلقى مساعدات من الارتكاز ويلاقي مساعدات من خط الدفاع الزملاء مع خاصة الارتكاز سواء محمد عبد منعمباء أو رمي ربيعة أو ياسر برأي طيب ايه المختلف ما بين الأهل اللعب مع فاركو والأهل اللعب مع سانداونز لا دائما فرق الأفريقية تبقى أقوى من فرق الدولي يعني فرق الأفريقية عندها مهارات وعندها سرعة وعندها الدفاع كويس وبتوازن المباراة فاركو اندفع هجوميا في أول المباراة فبالتالي زارت المساحات فمدام زارت المساحات الآلة عنده ارتدات سريعة وعنده لعبة سريعة فبالتالي الجون الأولاني في أول كمان أربع دقائق ده بيأثر على معنويات الفرقة تبدأ خاصة الفرقة الأفريقية ما بتتأثرش بالأهداف اللي بتيجي في أول الدول ثانيا أنا عندها تأسيم للمباراة وخطط ومهارات لعبة بتقدر تلعب عليها بتقدر تستعيد نفسها بسرعة فرقة الدوري قدام مع الكل الاحترام لفاركو أو في أي فرقة مع الفرقة الكبيرة ما بيجي فيها جون بتبدأ على طول حتى لو استئجابت الجون بس خلاص انت الحتاب التاني الحتاب التالت فما بتبدأش يتحاول ترجع بقدر ما هي بتحاول تحافظ على انها تتغلق بنتيجة الليلة فالشكل مع فاركو خلاف الشكل مع صندوق خلاف الشكل النهاردة طريقة اللعب النفسها بتختلف من 4 2 3 1 قدام فاركو ممكن يلعب 4 3 3 ممكن يلعب 3 4 3 دي طريقة لعب هو بيعتمدها حسب القوة الهجومية للفرق اللي قدامه وطريقة اختراق الدفاع اللي هي الاستراتيجية بتاع المباراة أنا هبدأ اخترق الدفاع امتا طرق اختراق الدفاع هل العرضيات هل منها التزديدات هل اختراق من العمق هو حسب الخطة اللي بيرسمها المدير الفني مع تنفيذ اللعبة بشكل جيد جدا الخطة ديت او الاستراتيجية ديت حسب طريقة اللعب اللي هو بيعتمد عليها في المباراة فدي بتفرق كتير ما بين الافريقي وما بين المصر خلنتكلم عن التجديد بقى المسلمان هل تفتكر انه في بعض طبعا الوكالات الانباء او بعض المصات الاعلامية قالت انه هيتم التجديد لمسلماني قبل مباراة سانداونز هل عدم التجديد اثر عليه ده خالص هو جدد بس التوقيح يعني هو اصلا جدد بقى له اكثر من شهرين يعني موسلماني مجدد ومتفى على كل التفاصيل حيث التوقيع اللي هو يوقع بس على العقل هي اللي كانت مؤجلة شوية لان جيه كاس علم الاندية جيه بعد كده مباراة سانداونز جيه بعد كده مباراة يعني فيه انشغال لكن هم كابتل خطيب وموسلماني متفى على كل التفاصيل من مجلس الادراءة مقتنع بي اه طبعا هو اللي اقتنع اخطر من كابتل محمود حتى مشكلة العمولة اللي هي بين الشركة بتاعته وما بين النادي الاهلي موسلماني نفسه حلها وشالها وقال لك انه مش عايز يعني الاهلي ما تفعش عمولة ده مشكلته مع شركته فتنازل عن كل التفاصيل لانه هو طبيعي معترف انه مش اللي فريق زي الاهلي فبالتالي التجديد ما اصرش عليه في اي حاجة بالعكس هو قدى مباراة بالنسبة له هو عمل فيها كل التفاصيل يعني مباراة سانداونز عمل فيها كل التفاصيل وما قلناش الجمهور نفسه ما كانش يتوقع اداء الاهلي بهذا الشكل ادام سانداونز مباراة فارقه طبعا رجعته تاني المباراة النهاردة هترجعه اكتر طبيعي المديرين الفنيين مش شرط ان انا حاسبهم على المطش يعني مش كل مباراة ابدأ اغير رأي فيه يعني هنا كويس فهم عويب عن النقطة دي اه يعني قدى كويس يبقى هايل والاعلام دايما الاعلام الرياضي بالذات حسب الرسالة اللي هو عايز ممكن يبقى يطلع مدير فني السماء في مطش وتاني مطش يقولك لا ده وحش مش عارف مع انه كان لسه بيتكلم على الخططة وابداع كل التفاصيل لازم اعتقد ان انا عشان احكم عليه اكتر من مباراة باكتر من مسابقة كمان مش اكتر من فريق يعني احناك قلتل ان الاداء مع المحليين بيختلف عن ان انا بقدي في دور الابطال فلازم ان انا اشوف موسيقين هيعمل ايه في المباراة المحلية في الدورة هيعمل ايه اشوفه هيعمل ايه برضو في المباراة المهمة لزي دي وابتدي احكم عليه بعد فترة على الرغم من ده ارقامه كويسها هيو كمان المدير الفني بيظهر في المباراة الصعبة او يعني المباراة تقيلة مش المباراة الخفيفة المباراة اللي هي تحتاج منه ان هو ازاي يقف على على خط الماء على خط الخط ويقدر يغير التكتيج بتاع فرقاته يقدر يغير شكل المباراة المباراة الصعبة هي اللي بتكشف المدير الفني عشان كده دايما نقوله اللعب الكويس يجب ان تستناله مباراة صعبة يعني لو مدافع يبقى مع مهاجم قوي مهاجم يبقى مدافع صادق قوي المدير الفني لازم يبقى مباراة صعبة مش مباراة واحدة مباراة واثنين أتعرف هل هو بيقدر يكاتشن أو بيقدر يغير أم اللي هو قعب يتفرج زيه زي المشاهدين فيه مديرين فنيين بيقدر يقلب المباراة بعد ربع ساعة وفيه مديرين فنيين بيطيفضل المباراة على رتم واحد فبالتالي أفكاره هو وطريق تدريبه كمان وطريق تتعامله كمان مع ظروف الطرقة في الملعب يعني لو حصل مثلا وفيه لعيب عنده اتطرد مثلا هيتعامل مع الزايف وشاف التغييرات قدامه في الفريق اللي بيقابله عامل الزايف كمان لما بيلاقي الفرقة اللي قدامه تلعب بطريقة معينة في فلال المباراة بيقدر يغير في مراكز اللعيبة بيقدر يشيل لعيب ويحط لعيب يغير في التاكتك بيقدر يحصل على Danke بيقدر يحصل على الهدف بتاع المباراة ويقدر يغير الأداء كمان بيقدر يغير الكواليتي بتاع اللعيبة يعني الجيله لعيب اهو هو جاي على لعيب ما بيعرفش مثلا يلعب ناحية الشمال فبيقوم ما غيرل الكواليتي ده زي ما نشوف كده محمد صاحب يلعب دموقتي بيمين وشمال يعني بيشوب رجل يمين وشوب رجل يمين وشوب رجل الشمال ما كانش رايح بيشوب رجل يمين بدأ المدير الفني يغير له التفكيره. بمعنى إن اللعب لو بيقف غلط في المباراة أو بيقف غلط في الملعب. بيغيره التفكيره. خلينا نتكلم عن الكواليتي. برأيك إيه؟ خلينا نتكلم عن أداء حراسة المرمى عمتا. الشناوي في تقدم ولا لا. الناس دلوقتي بعد المنتخب بقوا بيقرنوا الشناوي بابو جبل. ما أقدرش أقرن لتنبوا بعد. ده ليه طبيعة أو ده ليه كواليتي وليه طبيعة. الشناوي محتاج دايما وده رأيي اللي أنا بقوله. محتاج حرس مرمى معاه في الأهلي. يعني هو في المنتخب زي ما حرمتقوله كده معاه أبو جبل. منافس ليه. فدايما بيحافظ هو على اليقته. على راكشناته. على قوته. وعلى كواليتي بتاعه. أنه يبقى أحسن. إن فيه واحد قاعد على الدكة منافس ليه. النادي الأهلي ما عندهش المنافس ده. فبالتالي ممكن يخبط مستوى شوية مع الأهلي. وممكن يرتفع شوية. فبالتالي محتاج دايما الحافظ أو المنافس اللي قاعد بره على الدكة. لكن الشناوي إلى الآن ما فقدش مهارته أو ما فقدش قوته. أي حرس مرمى في العالم بيجي فيه جوان. نتيجة إنه ممكن يبقى متمركز غلط. بيبقى واقف المدافع. ارتكب خطأ. الكرة ما يقدرش يتصدى لها. لكن العين لأنه على الشناوي أكتر. فدايما أي خطأ بيحصل بيقولك المستوى هبط. لكن هو محتاج زي عصام الحضر ما كان في النادر الأهلي. جابوا له نادر السيد. فمستوى دايما ارتفع. لكن اللي اتنين إلى الآن. سواء الشناوي أو مجابل مستوىهم عالي جدا بالنسبة للمنتخب. مكسب كبير طبعا. ما فيش ألأ بالنسبة الحرس المرمى على المنتخب. ولا على الأهلي ولا على الزمان. توقعاتك بقى للمباراة سريعا. لا ان شاء الله نارد الأهلي فوز طبعا. لأنه محتاج ثلاث نقاط. لا بديل عن الفوز. لا بديل عن الفوز. آه طبعا. لأنه لو تعدى يبقى عنده نقطتين هتبقى المطش اللي جاي صعب قوي بالنسبة له. لأنك انت هنا هتبقى رايح لسندول بنقطتين هو عنده سبعة. فهو مش يسيب لك المباراة. صحيح. حتى المباراة الهلال اللي هتبقى هنا. والمباراة التانية بتاع المريخ. هتبقى صعبة جدا بالنسبة لك. فلكن لما تروح أربعة خلاف مطرحة اثنين. بكل تأكيد كنت وفيه طبعا لناد الأهلي في مباراة النهاردة. مشكورك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.